الراجل اللي عنده بنات هو النهاردة لو عنده ولد خلاص الولد بيورس إنما لو عنده بنات إخواته بيورسوا معاهم أنا النهاردة لو شايف أن إخواتي حلهم كويسة أو حلتهم المادية كويسة لكن أنا بناتي يعني الزمن بقى احنا بنخاف يعني فهل النهاردة أكتب ورسي ده لأولادي لبناتي في حياة عيني هل ده حرام بما أن أنا جنبت إخواتي مع العلم أنه هم مرتحين مديا أو مش مرتحين يعني عندنا شرط واحد فقط قالوا للمالكي أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما شاء بشرط واحد فقط ألا يقصد حرمان وارث من مراسه يعني إن كتب لبناته من أجل أنهم يحتاجون أكثر من أجل أنهم المال يعني اللي عاوزة تتجهز اللي عاوزة تكمل تعليمها وهو يرى أن يعني إخواتي الحمد لله عندهم ملاءة مالية وعندهم استطاعة مالية فالحلماء قالوا لا مانع مطلقا لا يخالف الشرح لا يخالف الشرح بشريطة يضع في نيته أنه قاصد للحرمان حتى ولو كتب كل الميراث أو كل التاريخ إذن هو مش حرام لا مش حرام ليس حرام مولانا في شبهات كثيرة دائما تدور في باب الميراث في الإسلام أو فلسفة الميراث في الإسلام إنها تنحاز إلى الذكر أكثر من الأنف أو الرجل أكثر من المرأة وده سؤال مهم جدا لأنه في بعض الأحيان مبدأ العدل والمساواة قد يعني المرأة قد تورث أكثر من الرجل نعم فحبين نبين هذه المسألة وإنه الفرق ما بين العدل والمساواة في فلسفة الميراث الإسلام نعم يعني أحب أوضح إن المسألة دي مغلوطة جدا لأن إحنا لو نظرنا إلى فلسفة الميراث سنجد أن المرأة ترث مثل الرجل في 30 حالة مثل الرجل تماما بتمام وترث أكثر من الرجل في 14 حالة أكثر من الرجل المرأة ترث من الرجل في أكثر من 14 حالة نتكلم عن الأكثر الأول نعم المرأة ترث والرجل يارث مثل حظ الأنسان في أربع حالات يبقى هنا الأوسع أو القاعدة الأعام أن المرأة ترث أكثر من الرجل يعني أنا عاوز أقول لحضرتك للذكر مثل حظ الأنسان في أربع حالات فقط اللي هما سريعا سنستردها هي تكون كثيرة يصعب على الناس مثلا ممكن مات وترك بنت وإخوة ذكور وإناث إخوة البنت هنا ترس بالفرض نصف التاركة البنت ترس نصف التاركة والنصف الآخر لو عشرة من الإخوة الذكور هيتورس النصف الثاني دي حلم ضمن الحلان هيخذ الباقي تعصيما فتخالي بنت واخد نصف التاركة وعشرة من الإخوة واخدين إخوة الميت واخدين نصف آخر يتقاسم فيه يعني كل واحد ياخد عشر النصف إخوة الميت مش إخوة البنت نفسها لا إحنا نتكلم إحنا لما بنأتي في مسألة المراس بننسب إلى المتوفة مش للحي فالنسبة إلى المتوفة أنه مات وترك سورة المسألة بنت وإخوة ذكور وإناث تخيلي حضرتك أن البنت الوحدها تستأسد وتستفرد بنصف التاركة كاملا مليون جنيه تاخد 500 ألف والعشرة من الإخوة الذكور ياخده 500 ألف تقسم على عشرة يعني كل واحد هياخده 50 ألف تقديم مثلا هذا تأكيدا على العدل والمساواة نعم نأتي إلى حالات أخرى يعني قلنا 14 حالة تارس فيهم أكثر من الرجل 4 حالات يارس فيهم الرجل ضعف الأنسة في 30 حالة تارس المرأة مساوية للرجل مساوية للرجل في 6 حالات يارس الرجل بالفرد في 15 حالة تارس المرأة بالفرد 15 حالة إذن لو حضرتك نظرت إلى هذا الحصر أو هذا العدد ستجد أن المرأة قدمت والمرأة فضلت فإذن المرأة لم يظلمها الميراس ولم يظلمها الشرح ولكن بعض الأشخاص ينظر نظرة قاصرة أو لم يفهم الفلسفة المتعلقة بالميراس وسيجد أن المرأة اهتم بها الإسلام اهتماما بليغا بالرغم حضرتك لو نظرتي كمان إلى هذه النقطة بالرغم أن في حالات تارس المرأة أكثر من الرجل إلا أن نفقتها أيضا واجبة على هذا الرجل الذي أخذ أقل منها عشان ما يأتيش قاتل إحنا أصل الرجل أحيانا بيأخذ أكثر من المرأة من أجل أنه مطالب بالنفق عليها لما يكون هي واخدأ أكثر منه هو أيضا ينفق أيضا مطالب بالنفق عليها سبحان الله كرم الله النساء فعلا